صباح الخير، مساء الخير من نوع عد شاهدونا حالة يوم من أول حلقات من سلسلة استفيد وفيد عندك هارديسك قديم وما عم تستعمله عم تفكر تشتري هارديسك خارجي عم تلاقي أسعاره مغالية شوي اليوم عند الحل النهائي تابع الفيديو بالأول خلينا نفهم كيف الهارديسك الخارجي مصنع أو مبني وهو عبارة عن نوع من أنواع الزاكرة محتم نكون هارديسك أو محتم نكون SSD أو محتم نكون حتى M.2 وهي الزاكرة رح تكون موصولة في دائرة الكترونية مهمتها للطاقة والمعلومات ما بين الهارديسك أو نوع الزاكرة مع الكمبيوتر بعدين أكيد بيصمون الغلاف حلو مشان الواحد ينجزب إلى يكون حياة بلاستيكية حديدة حسب الشركة اللي انت عم تشتري منها مصمب بأغلفة متنوعة لح تقولوا شو الزبدة من الحكي أو هات من الآخر بس انتو صبروا شوي وكل معنواة تحتاجي يكون حكوم بالنهائي إذا انت عندك الهارديسك أو نوع من أنواع الزاكرة لحكوم بدك بس الدائرة الكترونية اللي بتتعمل محاكمة بين الكمبيوتر والزاكرة وطبعا غلاف في ضبمون مع بعض بقى لح تقلي لحن نصر نوع من البيت أكيد لا لحن نكون كتير صعب بقى نحن نريح نشتريون شريه انتو فيكن تشترون من أي موقع محلي بيوصل البلد اللي انت عايش فيه بس بالنسبة لي انا اي بي وامازون افضل شيء والاختيار بيضل لكم طول ما انتو عرفانين انو المنتج اللي حيوصلكم طبعا انا شتريت واحد بدعم الهاردات اللي بتكون باللابتوبات اللي هي اياه ستنين فاصلة خمسة بس انت طلع نوع الزاكرة اللي عندك وفيك تشتري حسب النوع الزاكرة اللي عندك اللي حيكون مكتوب بالوصف بالمنتج على اي فئة هو بدعم انا عندي مجموعة هاردسكات اكتار اكبر مساحة واحد فيهم 1 تيرا بايت وليحجرب مع المنتج اللي اشتريته مع الواحد تيرا بايت الهاردسك وليح نشوف بعد شوي كيف رايصيره وانا شتريت الغلافة بسبعة دولار فقط و الهاردسك الخارجي اذا نطلع السوق برا من شركة توشيبا الواحد تيرا 50 دولار يعني انا هيك وفرت تعته 40 دولار وانا شتريت كمان هاردسك خارجي من شركة توشيبا مساحة واحد تيرا بايت لحتى ان ارجعكم سوى شو بقلبه هل بفرقتي اللي نحن نسوي نحن اليوم خلينا نشوف على اليمين هون عنا التوشيبا الهاردسك الخارجي اللي اشتريناه وعلى اليسار هون عنا العلبة الفاضية اللي بدنا نحط فيها الهاردسك القديم دعونا نبدأ لكي نفكرون الفروقات شبه منعدمة كل شي نفس الشي تقريبا بس انو الدائرة الكترونية في التوشيبا هارد التوشيبا موصولة دايريكت بالهارد نفسه بالزاكرة اما على اليسار عنا بس الدائرة والبيت البلاستيكي اللي هو الغلاف وانت الدائرة بتجي منفصلة وبس بتحط الهاردسك الخارجي اللي بدك اياه هذا هو الفرق الوحيد طبعا بالنسبة الي الخيار لي على اليسار انو الواحد يشتري فقط الغلاف مع الدائرة الكترونية اوفر بكتير ما انو الواحد يشتري الهاردسك الخارجي هون دفعنا 50 دولار تقريبا مشان نشتري الهاردسك الخارجي 1 تيرا بايت من توشيبا اما هون نحن دفعنا فقط للغلاف مع الدائرة الكترونية ونحن استخدم فقط هارد اسك 1 تيرا بايت من شركة توشيبا نركبه على الهاردسك الخارجي وهون وفرنا نحن 43 دولار لانو نحن الغلاف فقط دفعنا عليه 7 دولار تمام خلينا نركب هلا ونجرب السرعة لحلا تكون عادية او اسرع او نفس الشي قبل شوية خطط معاكم نحن هنركب هارد سامسونج لانو هذا الواحد تيرا اللي عندي وهذا 500 جيجا بقى اسف على الغلاف الصغير هلا طريقة التركيب اسهل من نمع فيه سوي ماتش يلي هو اللي حيكون السنان هاي والسنان هاي على المداخل هاي وهاي فيه واحد صغير واحد كبير شوف المدخل في حيث انو انت تحطوه بالعكس او على الوش حطوه تفشو باغلب الموديلات نفس الشي وركب اللقطع الاخيرة مشان تحميه ولا خلونا نعمل كم تست عليه السرعة تعتمد على السرعة الزاكرة اجرت اختبار وطاني مثل ما كون شايفين على الشاشة وهي السرعة الطبيعية لأي هارديس ميكانيكي وهيك ما نكون وصلين هات الفيديو بتمنى كتير انكم استفدتوا بتمنى انكم في دواركم من خلال الشرر الغير لا تبخل عنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس دوم تنبي الفيديو